بعد حملات التشكيك من قبل بعض الاطراف السياسية والجهات بعملية تسليح الجيش اللبناني من خلال الهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار كشفت صحيفة المستقبل عن قرب موعد تسليم الدفعة الاولى من الاسلحة الفرنسية الى الجيش وذكرت الصحيفة انه في العشرين من نيسان المقبل سيصل وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لداغيان الى بيروت على متن اولى شحنات الاسلحة الفرنسية الممولة بموجب هبة ثلاثة مليارات دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية لتسليح المؤسسة العسكرية ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي فرنسي ان الوزير لداغيان سيقوم بزيارة رسمية الى لبنان في العشرين والحادي والعشرين من نيسان المقبل لتسليم السلطات اللبنانية الدفعة الاولى من الاسلحة الفرنسية واشار المصدر ان وزير الدفاع الفرنسي سيشف شخصيا على العملية تسلم شحنة الاسلحة كما سيعمد خلال زيارته بيروت الى عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين تشمل رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء تمام سلام وقائد الجيش العمال جون قهوجي اضافة الى شخصيات اخرى اذا الهبة السعودية في طريقها الى لبنان بعدما سلكت طريقها الصحيح من الاجراءات والترتيبات اللازمة والضرورية اشتركوا في القناة